الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 حساس إعادة تدوير غاز العادم بدائرة عالية ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع تم تصميم نظام إعادة تدوير غاز العادم لخفض درجات حرارة الاحتراق في ظروف معينة وبالتالي تقليل أكاسيد انبعاثات نيتروجين NOX تقوم بذلك عن طريق إعادة تدوير غازات العادم الخاملة إلى الأسطوانة ليتم حرقها بمزيج الهواء الوقود يحترق غاز العادم الخامل بشكل أبطأ ويخفض درجات حرارة الاحتراق يتم التحكم في صمام EGR بالكمبيوتر ويفتح للسماح لغاز العادم بالتدفق إلى الأسطوانات قد يتم تشغيل صمام EGR بالمكنسة الكهربائية إذا كان الأمر كذلك يتم استخدام الملف اللولبي الفراغي الخاضع للتحكم في PCM وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لتوصيل الفراغ إلى صمام EGR عندما يتم تنشيطه بواسطة PCM يفتح الملف اللولبي EGR مما يسمح لتفريغ المحرك للانتقال إلى صمام EGR يفتح فراغ المحرك هذا الصمام مما يسمح لغازات العادم بالمرور عبر غرفة الاحتراق صمامات EGR الأخرى إلكترونية ويتم التحكم فيها مباشرة بواسطة PCM سيقوم PCM بتنشيط الملف الملفات اللولبي التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من صمام EGR ستفتح هذه الملفات اللولبية لفترات زمنية مختلفة مما يسمح للعادم بالمرور حسب الحاجة يتم رصد نظام EGR باستمرار ابحثا عن الأعطال يوجد مستشعر التغذية المرتدة على معظم صمامات EGR التي تعلم الكمبيوتر بوضع EGR الفعلي يتراوح هذا المستشعر عادة بين 0.4 و5 فولة إذا كان مستشعر موضع EGR لديه قراءة عالية بشكل غير طبيعي لفترة طويلة جيدا فقد يتم تعيين هذا الرمز ملاحظة هذا الرمز مطابق بشكل أساسي لام P0406 الفرق هنا هو P0406 DTC يشير إلى الدائرة A وP0408 يشير إلى دائرة EGR بيراجع دليل الإصلاح الخاص بالمركبة لمعرفة مكان داراتك A وبهذا الرمز هو رمز مجموعة نقل عام يعتبر عاما لأنه ينطبق على جميع طرازات وموديلات المركبات 1996 الأحدث على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تكون مختلفة قليلا اعتمادا على الطراز الأعراض قد تشمل أعراض P0408 DTC مايلي زيادة في درجات حرارة الاحتراق وانبعاثات أكاسيد النيتروجين أم أي المصباح مؤشر العطل ارتفاع محتمل أثناء القيادة توقف متقطع محتمل الأسباب الأسباب المحتملة لرمز P0408 تشمل دائرة إشارة مستشعر EGR قصيرة إلى بيزائد بطارية الجهد دائرة إشارة مستشعر EGR تقصر إلى الدائرة المرجعية 5 فولت إلى دائرة مستشعر EGR EGR الدائرة الأرضية المفتوحة دائرة إشارة مستشعر EGR مفتوحة BAD EGR عطل داخلي في مستشعر EGR أو الملف اللولبي حطام في الصمام وإبقائه مفتوحا أو مغلقا الحلول الممكنة إذا كان تبدأ السيارة وتتوقف أو لا تعمل مع وجود هذا الرمز حاول فصل صمام EGR ثم إعادة التشغيل إذا لم يحدث ذلك فرقا فقم بإزالة صمام EGR وإفحص الحطامة تنظيف وإعادة التثبيت إذا كان هذا لا يزال لا يحل المشكلة فقم بحظر منفذ EGR وحاول بدء تشغيل المحرك إذا كان هذا يسمح للمحرك ببدء التشغيل فسيتم فتح صمام EGR ويحتاج إلى استبداله إذا كان فصل صمام EGR الذي يتم التحكم فيه عن طريق PCM يسمح للمحرك بإعادة التشغيل فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة في الأسلاك وربما عقد قصير لملف لولبي مفتوح باستخدام أداة المسح إعرض موقف EGR على تدفق البيانات مع تشغيل المفتاح ومقارنته مع وضع EGR المطلوب إذا قرأت بشكل طبيعني اشتبه في وجود مشكل متقطعنا إذا كان يظهر خمسة فولة أو أعلى تحق مندئر إشئرة مسات شعر EGR إبحثا عن سلك مرجع قصير إلى خمسة فولة أو إلى بيزائد الإصلاح حسب اللحاجة تحق أيضا من وجود مسوار أراضين جيدة على اللدائر الأرضية قم بصلح أي فتحات أو شاوتات في الدائر الأرضية على صمام EGR إذا كان فصل مصدر فراغ صمام EGR يسمح للمحرك ببدء إلى تشغيل عند ذي اشتبه في وجود ملف لولبي مفتوح يسمح بصمم EGR طوى للوقت استبيد للملف اللي ولبي EGR حسب الحاجة إذا كان هذا اللار موجودا وبدء تشغيل المحرك وتشغيله على ما يرام فشك في وجود فتحتي في الإسلاك فحص وأصنلاح أي مشيك للأسليك إذا خرجت لأسلاك فاستبدلوا صمام EGR إذا كانت الأسلاك منوي إلى صمام EGR رمز EGR ذات السلطة P0400 P0401 P0402 P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0409 P0406 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 P0406